اشتركوا في القناة او كرت الصوت اللي هو الصغار اللي زي ده كده وعرفي ده تركيب عمل ازاي النهار ده بازن الله معانا كرت مهم جدا بالنسبة للناس اللي شغالها وصيانة الشاشات كرت DC22C الكرت ده ده كرت تعويدي لدائرة الشاشة او البنل او الازازة ده بيركب على المسطرة انت بتركبه لفولت كفولت تعويدي للفولتات اللي هي موجودة على المسطرة وطبعا حضرتكم عارفين الفولتات الموجودة على المسطرة متعددة او في ICDC مسؤول عن خروج الفولتات دي في بعض الاوقات الجهاز بيجي في انقطاع للفولتات او انخفاض للفولتات او ال IC محروق مش موجود فبنتطر ان احنا نركب مسطرة تانية زي كده زي المسطرة اللي معادي بنتطر ركبها فوق المسطرة التانية وبنبدأ نقضي الخيوط من هنا بنصر الاثناشر فولت ومنخرج ال VGL والVGH وجميع الفولتات اللي احنا بنحتاجها فطبعا احنا في دائرة هنا بدان ما نركب مسطرة فيه الدايرة دي موجودة ممكن متبقاش متوفرة عندك مساطر الدايرة دي دائرة تكملية وتعوضية بتخرج الجهود اللي انت هتحتاجها من المسطرة اللي انت هتاخدها تركبها كدائرة تعوضية فطبعا النهاردة بازن الله ايه الدائرة سعرها مش غالي يعني سعرها انا ما ظن شنو متعدل لاربين خمسين جنيه فطبعا الدايرة زي ما انتم شايفين حضاركم ايه يا الدايرة دي معايا تغذيتها هنا هتتغزى على تلاتة فولت يعني الدخل بتاعها تلاتة فولت تلاتة وتلاتة عندين اهو ده تلاتة وتلاتة فولت زي ما انتم شايفين حضاركم اهو ده الدخل بتاعها ده طبعا الارضي وده الموجب هتوصل الان الارضي وانا الموجب بتاع اللي تلاتة وتلاتة فولت هتاخدها من اي مكان عندك في البردة البردة اللي هي البردة السية بتاع الشاشة وبعد كده هنلاقي الخروج بقى طبعا احنا بعد ما اصننا التلاتة والتلاتة فولت الدائرة دي بتخرج لحد تلاتين فولت معايا ونازل طبعا هنا ما في اربع فولتات راسية لانك انت هتلاقي هنا اربع مقامات متغيرة ايه ازا ما انتم شايفين حضراتكم الاربع فولتات دول بيتحكموا في الفولت يعني كل فولت خارج اللي هو والفي دي والفي جي ال الاربع فولتات دول اسيين كل واحد من دول ليه بط او مقامة متغيرة بتتحكم فيه يعني بيزود الفولت مسلا معك بنزله من خمسة الاقل ومن ستة الاقل ومن مسلا من ستاشر فولت الحد اقل ومن تلاتين فولت الحد اقل برضو فكل كل جهد من الجهود دي ليه بط او ليه مقامة متغيرة بتشتغل عليه يعني لو جينا مسلا لده ده يخص الفيديو دي اللي هو الفيديو دي اللي هو معنا ده اللي هو ستاشر فولت هنقص معاك ونازل او يزود حاجات بسيطة. يعني ممكن يبقى تمنتاشر اه ونزل بقى. اللي هو ستة فولت مسلا بيمكن يزود معك حاجات بسيطة ونقص معك برضو زمان انت عايز. اللي هو فين معنا. نشوفوا مع حضركم دلوقتي برضو عشان استكمالا. اهو معي حبر البط بتاع اهو اللي هو ده. بعتبر ده اللي هو بيتحكم في ستة شر فولت اهو معي. اهو. وعندنا معي اهو. اللي هو بيبقى يعني في حدود تلاتين فولت. هو نازل. وعندي اللي هو ده اللي هو خمسة فولت. فكده دي كل الفولتات الاساسية وتوصيلها مش صعبة مش صعبة يعني هي المشكلة عندك انك انت بس اتحدد الدخول والخروج والدخول معنا زي ما انتوا شايفين ده الزائد. وده الناس اللي هو بتتغزع لتلاتة وتلاتة فولت وبترفع معك لحد لغاية تلاتين فولت الدائرة دي دائرة رفع جهد مش خفضوا جهد فدي بترفع فولت بتاخد تلاتة وتلاتة فولت بترفعه لتلاتين فولت وتلاتة وتلاتين. فولت زي ما هنشوف دلوقتي هنوصل الدايرة ما هنحبب راكب ونبدأ نقيسها فطبعا هستكمل الدايرة طبعا دخل الدايرة زي ما قلنا في الشرح عندنا هناك. يعني لو هتبص هنا الدايرة دي بتحول من دي سي تو دي سي. يعني التحويل بتاعها من دي سي. يعني جهد الدخلها تلاتة وتلاتة من عشرة. طو دي سي لغاية اللي وهو الفولت الخروج بتاحها. فطبعا الدايرة معنا للدخول بتاحها يا بقى تلاتة اللي هو لهم تلاتة وثلاتة فولت. ده فولت المداد او التخزيع. والخروق بتاحها الاوت بتاحها طبعا يبقى معي الاربع فولتات الرقاصية اللي هما بشغوله معايا التكنو ما اللي اربع فولتات دولة الرقاصية والفي دي دي والفي كوم والفي جي ال. دولة اربع فولتات. وطبعا كل فولت مكتوب قدامه حضراتكم اهو. طبعا الفولتات دي بيبقى لها شرحة بالتفصيل. لكن احنا حاولنا نورها لحضراتكم ازاي? ولو جينا هنا. على المسترة مسلا. كل مسترة هتلاقي فيها برضو نفس الفولتات اللي هي الرئاسية دي. يعني ده تيكون. هنا ده المعالج. وده عند اي سي اللي هو الدي سي. عندنا وده اي بروم. وده تقريبا تاني ده اي سي دي سي برضو. اللي معي ده. فطبعا هنا. هنا زي ما انتم شايفين اهو. عندنا هنا لو هنبحث شوية كده وندور على الفولتات اللي هي موجودة عندنا يعني الفي دي دي مسلا بصينا حضرتك. ادي ده في دي دي اهو. اللي هو الفولت اللي معي ده. اللي هو الفي دي دي. اهو. او زي ما انتم شايفين حضرتكم اهو. عندي هتلاقوه برضو في نفس المنطقة كلهم رايبون بعضهم. اهو. يعني ما حضرتكم اهو. ده الفي ج ات. وطبعا انت بتاخد النقاط دي من هنا. من دايرة. من هنا وتبدأ توصلها هنا. بس. وطبعا الدايرة بتوصلها تلاتة تلاتة من عشرة فولت. في الفولت التانية الفي جيل. الفي جيل اللي معنا. طبعا انت لو بحست كده هنا اهو. ده اهو. ده اهو. وهنا. فين ده ده شوفنا. فيه فولت التاني اللي هو الفي جيل. فين هو ده الفي دي دي اهو. ده اهو. ده اهو. ده اهو. ده اهو. ده طبعا انت هتاخد خيط عندك هنا عندك هنا. كل خارجي من دول هتاخد منه خيط من هنا. ربع فولتاتهم. وهتوصلوا. وبقى للرمز بتاعه او الخط بتاعه على طول على المسطرة معك هتخرج معك. والمسطرة هتشتغل معك ان شاء الله لو عندك مشكلة او عطلة في المسطرة بتاعتك. وده طبعا بيرجع لك انت ازاي تحدد العطلة ان هو عطلة بسيوة العطلة التانية او ممكن بفيه شرطة في المسطرة. فطبعا لازم يبقى عندك فكرة عن شغل البنل وشغل المسطرة معنا. فهنبدأ بقى نشوف الفولتات وتوصيل الدايرة. عمل ان شاء الله. انا مش هوصلها انا هوريكم الفولتات اللي خارجها والبولتات وتغييرها وكده. يعني لان انا ما عنديش شاشة دلوقتي اشتغل فعلا اكنا حبيت اوريركم طريقة التوصيل ووريتكم على المسطرة. الفولتات اللي موجودة على المسطرة. كل مسترة اللي لازم ان تلاقي عليها الفولتات دي. الفولتات القصية بتاعتها. كل مسترة لازم ان تلاقي عليها البولتات دي. نبدأ كده. نثبت معنا الكاميرا. هنجيب بقى البارسابلاي انا ضبط البارسابلاي على تلاتة وتلاتة من عشرة معايا. تلاتة فولت. هبدأ هنا زي ما قلنا ورزينا ما ورزينا لحضرابكم. هنبدأ كده. ده النقص. نقصين تخد بالك عشان فيه هنا فيه اربع نقاط وهنا فيه اربع نقاط عشان ما تقلتش بين الاتنين. هتلاقي هنا تلاتة وتلاتة من عشرة ده الارضي اهو. هنا اهو. ده الارضي. او زي ما تشوفوا ما تشوفوا حضرابكم دلوقتي ايه. كده ده الارضي معايا. وعندي هتلاقي الزائد والنقل اللي هو التلاتة وتلاتة من عشرة فولت. اللي هو معايا التاني ده. زي ما رزينا لحضرابكم هنا في الخارج اهو. تلاتة وتلاتة من عشرة فولت. والجنب التانية هتلاقي مكتوب عليه الرموز برضو. هتلاقي مكتوب عليه الرموز بتاعتها. يعني هنا هتلاقي الرموز اللي موجود عليها. زي ما انا شايفين حضرابكم اهو. بس ممكن الرموز ما تلاقياش كاملة هتلاقي نص وحروف ولا حاجة. او ده مكتوب علي. وده اللي هو ال VHL. وده الكم. وده AVD. وده VH. نبدأ بقى نشوف كده الجهود الجهود اللي معنا خارج كام? تلاتة اهو. هبدأ كده. هزبط على عرض دينا واشوف الخارج الفولت اللي عندي كام? احنا زي ما قلنا مع حضراتكم. الداخل الفولت تلاتة وتلاتة من عشرة فولت. زي ما انتم شايفين اللي هو الدخل اللي معايا ده. تلاتة وتلاتة من عشرة. اهو. الخارج معايا بقى كام? هنشوف بقى كده نبدأ من الاول كده. ده خمستاشر فولت. طبعا هو المكامل متغيرة. وده سبع فولت. اللي هو ستاشر ده. اللي هو ال VDD. وبعد كده ال VCOM 2 فولت. وبعد كده ال VGL خمسة. خمسة فولت. هنبدأ بقى كده نشوف ال VGL. ونشوف المكامل متغيرة بتاعتها. ونبدأ نزود وننقص فيها. طبعا الدايرة صغيرة ده اخذروني. الدايرة حجمها صغيرة وانا مش متحكم فيها قوي. وطبعا بصور وكده. هنبدأ كده نشوف البلتات اللي معنا. هزين شوف ال VGL فين. ال VGH فين. علشان لان انا مش شايف دلوقتي. نبدأ كده نشوف بلتات واحد واحد اللي هغير معايا. يبقى هو هو البلت اللي هنشتغل عليه. وكله مكتوب قدامه. لكن انا مش شايفهم دلوقتي لان الدايرة بعيدة عني. وانا بصور. مش عارف اقرب ليه. نشوف كده. شوف مفت معايا. فتة ازغر. وزي ما شوقنا مع حضراتكم انا كنت حاولتها بيرابها معايا على الافو هنا. لكن المشكلة عندنا. الدايرة دي فيها مشكلة. لكن هي الدايرة بتخرج البلتات زي ما كنا شايفين مع حضراتكم كده البلتات دي هتلاقي موجودة هنا. والبلتات دي اللي هتتحكم فيها طبعا احنا حبينا نوضح ازاي طريق تشغيلها وتشغيلها زي ما انت صورة عدرابكم كده. هتوصل بنا نوضح ازاي طريق تشغيلها تشغيلها زي ما انت صورة عدرابكم كده. هتوصل هنا هتشوف البلتات الرئاسية اللي عندك هنا بتشوف المصطرة اللي عندك وتشوف البلتات الرئاسية اللي هي علامة وجودة كام. وبتبدأ بالبط هنا وتزبط كل فولت. يعني مسلا هنا من اتنين وعشرين مسلا ممكن بتاتين فولت. يعني ممكن تكون لها المسطرة عندك انت هنا مسلا بتتغز على تمانية وعشرين فولت او سبعة وعشرين فولت. وبتبدأ لو هنا خرج عندك تلاتين. في الدائرة بتاعة دي سي بتبدأ تخفض شوية. يعني بتزبط كل فولت والفولت وكده. لحسب المسطرة اللي عندك ولا حسب الجهد التشغيل بتاع. فطبعا ما عرفتش يكمل فيديو عليها. انا حاولت اجرب لان انا ما عرفتش اجرب وانا بصور دلوقتي فحاولت اجرب قفت التصرح والت اشوف. ولقيت في مشكلة في الدائرة دي. فاحنا اول مبدأ زي ما وصلنا لحضراتكم كده مبدأ توصيلها. مطرية توصيلها هي الدائرة بتتغزي على تلاتة فولت بتخرج البي جي اتش والفيدي دي. والفيكوم والفي جي ال الاربع. الاربع فلتات الرئاسية. اي حد من المتابعين عنده اي اقتراح لاي فيديو ممكن نعمله او بس يكون فيديو حاجة قيمة يعني تفيدنا وتفيد الناس وكده. الناس اللي اللي امتابعنا ان شاء الله. اه يقول لي يعني عنده اقتراح الفيديو يقول لي عليها ان شاء الله وبنحاول نعمله. انا معظم الفيديوهات هنا حاليا دلوقتي بحاول اشتغل على اقتراحات بتاع الناس. او بشوف اللي بشوف اللي انت محتاجين ايه وبعمل لكم يعني فيديو كارت الدي سي ده لسه فيه اخ من المتابعين للقناة بطلب مني. ان انا اعمله شرحة لتوصيل كارت الدي سي ده. الوقت يخص او الشاشات. وانا شرحت لكم هو بالتفصيل ان شاء الله في اقرب فرصة. اه تيجي لنا الشاشة ان شاء الله فيها مشكلة في التيجون. هنستخدم الكارت اللي زي ده وهتركب وما هتركب ونرفع لكم فيديو برضو. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا من هزبة. كان معكم اخوكم محمود ابو الدنيا من قناة محمود ابو الدنيا الالكترونيات. تركوكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.